يعني زي ما حضراتكم شفتوا الأهلي متصدر ومهيمن على صدارة الدوري رغم أنه أقل فريق مشاركة في الدوري حد دلوقتي هنبدأ أخبرنا من عند النادي الأهلي اللي بيختم استعداداته لمواجهة طلاقة للجيش غدا في تمام الثامنة مساء يعني مباراة مهمة جدا لا تقل أهمية عن أي مباراة فيه الدوري هنعايزين نحافظ على صدارة الدوري الممتاز اللي بيحتلها الأهلي في الوقت الحالي برصيد 56 نقطة من 22 مباراة فقط طبعا الأهلي هقفوزوا واقع على أمبي بأداء مميز لجميع اللعبين بنتيجة 2-0 في المباراة السابقة أهلي تحت قيادة مرسل كولر الحقيقة يعني بيواصل تدريباته بكل تركيز ومفيش تفكير إلا في الدوري في الوقت الحالي لأن لسه عندنا مباراة بكرة وفي مباراة كمان أمام سيراميكا كيلو باترة في منتصف الأسبوع أعرب المنافسين الأهلي هو بيردز صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة ولكن من 27 مباراة وبعدي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة يمكن أنك مستر مالسل كولر فاصل تماما تماما فكرة أن أنا بلعب في أفريقيا فلا التشكيل كامل في أي مباراة في الدوري حتى عملية الروتيشن بتحسسك أن كل الناس أساسيين كل اللعيبة واخد فرص تحس أن مثلا لما بيلعب ياسر ومتولي كأن بيلعب رامي ربيعة ومحمد عبد المنع ما فيش أي مشكلة نص الملعب بقى عندك أربعة تقريبا هما الأتقل في القارة دلوقتي سواء ديانج أو مروان عطية أو حمدي فتحي أو السلية كلهم زي بعض أي اتنين بيلعبوا أي تلاتة بيلعبوا زي بعض الروتيشن اللي حصل في أول المسم دلوقتي إحنا عرفنا وفهمنا الراجل ده كان بيعمل إيه الحقيقة يعني حاجة في منتهى الراعة الراجل كل اللعيبة الـ 22 اللعيب تقريبا أساسيين ده تدريب الأهل اليوم طبعا زيما حضراتكم شايفين جنبه حاجة أنت بتتكلم دلوقتي للمسم كان عمل حسابه أن اللعيبة اللي موجودة أو المجموعة اللي هو لا لسه فيه أحسن دلوقتي إحنا بنقول إن لا إحنا في مستوى رائع لكن ناخد كل ماتش بتفاصيله لوحده وهو ده اللي حصل من مستر بكولر الحقيقة يعني واخد كل ماتش لوحده كل بطولة مركز فيها لوحدها برضو يعني إحنا أول الدوري ولكن بنلعب كل ماتشوطنا على إن إحنا لسه رغم إن إنت عندك معجلات وفيه فرق نقط لكن لا إنت برضو بتحافظ على إن إنت توسع الفارق نفس الكلام في أفريقيا بنقول كل ماتش لوحده حتى الماتش يعني ماتش الترجل التاني كنتين تفارق بتلت أهداف الراجل نازل كأنه متعادل هناك أو خسران بيلعب على إنه هو لازم نكسب برضو فحقيقة اللي إحنا شايفينه من الجهاز الفني ومن اللعبين طبعا اللي بيكتهدوا بشكل كبير جدا وحتى اللعبة اللي ما بتشاركش يعني أنا على تواصل مع بعض اللعبين اللعبة اللي ما بتشاركش عندها استعداد للمشاركة وجهزة الكلام اللي بيتقال نفس الكلام خالد عبد الفتاح أسف خالد عبد الفتاح لو لعب أو هاني لعب مش هتحس الفرق خالد عبد الفتاح مثلا فماتش الزمالي كان الراجل يحتاجه سردباك لعب سردباك وكان على أعلى مستوى كل الفرقة تقريبا تقريبا يعني مفيش حد فيهم تقدر تقول عليه مش جاهز مبارات تلاقي الجيش دي مبارات مهمة جدا احنا محتاجين التلات نقط عايزين نوصل لإن احنا نبقى فرقين بالصدارة بفرق نقط كبير جدا كمان تاريخ المواجهات بصراحة بيننا وبين طلاق على الجيش دايما في صالح النادر الاهلي